بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك عزيزي الطالب في هذا الفيديو لمراجعة أول درسين من مادة الرياضيات الصف الخامس هيا بنا لننطلق نبدأ بمراجعة الدرس الأول وهو درس القيمة المنزلية ضمن الملايين بعد انتهائك من هذا الدرس ستكون قادرا على تحديد القيمة المنزلية لرقم في عدد ضمن الملايين قراءة أعداد ضمن الملايين وكتابة أعداد بثلاث سيغ مختلفة نبدأ بمراجعة الدرس المنزلية ضمن الملايين تعلمنا سابقا لوحة المنازل تعلمناها حتى منزلة مئات الألوف الآن سنضيف إليك دورة جديدة وهي دورة الملايين تتكون من ثلاث منازل رئيسية أحد الملايين عشرات الملايين ومئات الملايين لو جاءك سؤال كالتالي حدد القيمة المنزلية للرقم خمسة في العدد التالي 2 مليون وواحد وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وعشرين أبدأ بتفريغ العدد في لوحة المنازل بدءا من اليمين أي من الآحد يجلس فيها الواحد ثم العشرات الاثنين وبعدها المئات الثمانية ثم الواحد في أحد الألوف والخمسة في عشرات الألوف والصفر في مئات الألوف والاثنان في أحد الملايين ألاحظ أن الخمسة تقع في منزلة عشرات الألوف أكتبه وأضع كل الأرقام على يمينه أصفالا فتصبح القيمة المنزلية للرقم خمسة هي خمسون ألفا لنأخذ مثالا من واقع الحياة يبلغ قطر الشمسي واحد مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وسبعمائة تقريبا حدد القيمة المنزلية للرقم واحد أفرغ أو أفرغ العدد في لوحة المنازل بدءا من الآحد صفر وثم العشرات أضع فيها صفرا والسبعة في المئات إلى آخر العدد وصولا إلى منزلة أحد الملايين ويقع فيها العدد أو رقم واحد ولاحظ أن الواحد يقع في منزلة أحد الملايين وقيمته هي واحد مليون واحد وعلى يمينه ستة أصفار أما قراءة الأعداد فلتسهيل قراءة الأعداد نقسم أرقامه إلى دورات بدءا من اليمين إلى اليسار ونكون من كل ثلاث أرقام دورة لنأخذ مثالا لدينا هذا العدد أمامنا قسمناه إلى مجموعات أو دورات كل دورة تحتوي على ثلاث أرقام أول مجموعة ثلاث أعداد تسمى دورة الأحد وثاني مجموعة تسمى دورة الألوف ثم دورة الملايين نبدأ بالقراءة بدءا من دورة الملايين نقرأ الثلاث أعداد الموجودة في هذه الدورة ستمائة وسبعة وتسعون ستمائة وسبعة وتسعون مليون ومئتان وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة وأربعون أعيد ستمائة وسبعة وتسعون مليون ومئتان وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة وأربعون أما كتابة الأعداد تكتب الأعداد بثلاث صياغ مختلفة الصيغة القياسية والصيغة اللفظية والصيغة التحليلية تكتب الأعداد بصيغة القياسية باستعمال أرقامه أما الصيغة اللفظية فتكتب بالكلمات الصيغة التحليلية تكتب باستعمال القيمة المنزلية لكل رقم في العدد نأخذ مثال الأول العدد اثنان وستون مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون وتسعة وأربعون عفوا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفا وتسعة وأربعون أكتبه بالصيغتين التحليلية واللفظية فلنبدأ بالصيغة اللفظية نبدأ من دورة الملايين اثنان وستون مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفا وتسعة وأربعون للتسهيل عليك عزيزي الطالب يمكنك كتابته كالتالي اثنان وستون مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفا وتسعة وأربعون أما التحليلية فنبدأ بالقيمة العددية للرقم أو بالقيمة المنزلية للرقم تسعة تسعة أربعون سبع سبع آلاف ثم ثلاثون ألفا ثم ثم ثمانمائة ألف ثم اثنان مليون وأخيرا ستون مليون المثال الذي يليه أعطانا العدد بالصيغة اللفظية وطلما منا كتابته بالصيغة التحليلية أول خطوة بنعملها إنه بنرسم تسع خطوط كل مجموعة أو كل تعبر عن دورة مثلا أول ثلاثة هما دورة الآحد ثم دورة الألوف ثم دورة الملايين وبأسهل طريقة ممكنة أبحث عن كلمة مليون وكل ما يسبق كلمة مليون يكتب في دورة الملايين وما سبق كلمة مليون هنا خمسة عشر فأكتب خمسة عشر في دورة الملايين ثم أبحث عن كلمة آلاف أو ألف أو ألوف كل ما يسبق كلمة ألف يكتب في دورة الألوف مئة وثمانية إذن أكتب مئة وثمانية في دورة الألوف وتبقى لدينا ما تبقى نكتبه في دورة الأحد تبقى هنا سبعة فأكتبها في دورة الأحد والفراغ الذي لدينا نضع فيه أصفار وبهذا نكون قد انتهينا من كتابته بالصيغة القياسية المثال التالي أعطانا العدد بالصيغة التحليلية وطلب منا كتابته بالصيغة القياسية هنا أرسم نفس الخطوط التي رسمناها في المثال السابق لكن أبدأ بتفريغ المنازل كل المنزل في مكانها فمثلا السبعة تتكون من منزلة واحدة فأضعها في المنزلة الأولى الأربعمائة تتكون من ثلاث منازل أضعها في المنزلة الثالثة هنا التسعون ألفا تتكون من خمس منازل هي أربعة أصفار والتسعة خمس منازل إذن أضعها في المنزلة الخامسة هون ثلاثة أخضر وثنين أزرع إذن أضع التسعة هنا ثمانية مليون تتكون من سبع منازل فأقوم بعد سبع منازل بالضبط وأكتب رقم ثمانية هون ثلاث ثلاث هي ستة إذن تأتي الثمانية هنا والفراغ المتبقي أضع فيه أصفارا وبهذا نكون قد أنهينا الدرس الأول وبدأنا بالدرس الثاني الدرس الثاني يتحدث عن مقارنة الأعداد وترتيبها ستتعلم في هذا الدرس المقارنة بين عددين وترتيب الأعداد تنازليا وتصاعديا مقارنة بين عددين أولا أعد المنازل العدد الذي له أكبر عدد من المنازل يكون هو الأكبر لنأخذ مثالا انظر إلى العدد الذي على اليمين يتكون من ست منازل أما العدد الذي على اليسار يتكون من خمس منازل إذن العدد الذي يتكون من ستة هو العدد الأكبر فما التمساحي يفتح باتجاه الفريسة الكبرى أو الفريسة الأكبر فهو لا يتناول إلا العدد الأكبر والحال كما هو الحال في إشارة الأكبر تفتح فمها باتجاه العدد الأكبر إذا تساوى عدد المنازل أرتب الأعداد تحت بعضها البعض وأبدأ بالمقارنة من أكبر منزلة موجودة أي أبدأ بالمقارنة من اليسار مثلا لدينا العدد الذي على اليمين يتكون من ست منازل والعدد الذي على اليسار يتكون أيضا من ست منازل أخرى أرتب الأعداد فوق بعضها البعض وأبدأ بالمقارنة من أكبر منزلة موجودة ما ترح أبدأ بالمقارنة من الثمانية يوجد لدينا ثمانية وثمانية ما لم أستفد شيئا أنتقل للمنزلة التي تليها خمسة ستة الستة أكبر من الخمسة إذن العدد الذي يحتوي على الرقم ستة هو الأكبر الآن سنتعلم الترتيب التصاعدي والتنازلي نبدأ بمثال على الترتيب التنازلي يمثل جدول المجاور عدد السياح القادمين للأردن خلال ثلاث أعوام ورتب هذه الأعداد تنازليا تنازليا أي من الأكبر إلى الأصغر تمام؟ تنازليا أي من الأكبر إلى الأصغر ثاني شغلة ألاحظ أن كل أعداد السياح لها نفس العدد من المنازل ورح أرتبهم فوق بعضهم البعض وأبدأ بالمقارنة من أكبر منزلة موجودة في أكبر منزلة موجودة كل الأعداد تبدأ بأربعة فهذا يعني ما أعطاني أي معلومة مفيدة أنا رح أنتقل للمنزل الذي تليها المنزل التي تليها فيها خمسة وتسعة وتسعة الخمسة أقل من التسعة هذا يعني أن العدد الذي يحتوي على الرقم خمسة سيكون هو أقل عدد وسيأخذ الترتيب الثالث لأنه أنا برتب الأعداد تنازلي عفوا الآن سأنتقل إلى المنزلة التي تليها للمقارنة بالعددين اللي ضلوا عنا في المنزلة التي تليها في عنا 2 و 6 الاثنين أقل من الستة بالتالي العدد الذي يحتوي على الرقم 6 هو أكبر عدد وسيأخذ الترتيب الأول أما العدد الذي احتوى على الرقم 2 فكان هو الأوسط يعني كان في الترتيب الثاني يمكننا كتابة 1-2-3 على الأرقام لمعرفة ترتيبها وأيضا نكتب الأرقام من اليسار يعني اليسار هيكون هو الأكبر ثم الأوسط ثم أصغر عدد لدينا سيكون مكتوبا على اليمين تمام؟ ذكروا دوما لكل شيء آفى وآفة العلم نسيانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته